قصة البراهيم التي سنتحدث عنها اليوم هي قصة شبيهة بالقصة البطل العالمي مايك تايسون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين الكرام إن شاء الله في هذا الفيديو سنتحدث عن أول عربي مغربي كي ينضم المنظمة الـ UFC لأن الكثير من الناس يعتقدون أن الأخوان أبو زعيتر هم أول مقاتلين تنضم المنظمة لكن الكثير من الناس لا يعرفون ما هو إبراهيم العمراني أو إبراهيم الموراي اللي سنتحدث عنه فهذه القصة ستكون قصة سبيسيا لكن قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتشغيل زر الجرس ليصلك كل جديد ولد هذا البطل أي إبراهيم العمراني سنة 1977 من أب مغربي وأم بريطانية بالعاصمة لندن فالأب إبراهيم اللي كان يعني مغربي الأصل فكان يعني إنسان سكر فكان دائما يعني تدخل الطار وتيكونوا مشاكيل ونحن تنعرفوا الناس اللي يعني تكونوا مدمينين على الكحون فلا يحفو على كل واحد فدائما تكونوا المشاكل في الطار فهذا اللي خلع أن إبراهيم العمراني أنه يخرج للشارع في سن صغير ويتعاطى للمخدرات كمروج وليس كمستهل إبراهيم بعد ذلك يعني تم القبض عليه ومشاء يعني للسيجن ومن ثم غدي تنفجر منه ديك الموهبة اللي يعني غدي يكتشفها في السيجن يعني الموهبة ديال يعني الفنون القتالية العشوائية بسميتها عشوائية لأنه مازال مدخل في تيكلو قتال في منظمة من المنظمات المقننة مباشرة بعد ما خرج إبراهيم من السيجن كمل في التداريب ديالو للقافئة راحتوا في الحياة الجديدة ديالو لكن بعد ما طلق مرة أخرى مع الأصدقاء ديالو لهما رفق السؤفة سطعوا بشي قنعوهم مرة أخرى بشي يرجع الدومين اللي كان فيه من قبل اللي هو الاتجار في المخدرات في سنة 1999 يعني وقعت واحد الحاديثة اللي غدي تخلي مرة أخرى إبراهيم يرجع للرياضة ويبعد من هذا الدومين ديال المخدرات فالعصابة اللي كان كيد زعمها إبراهيم العمراني وعصابة أخرى معروفة في الاتجار في المخدرات فوقع بناتهم واحد النزاع وكانت بناتهم واحد المعركة طاحنة فالكل يعني تشد في هذه المعركة كل يعني لا العصابة ديال إبراهيم ولا العصابة الأخرى كل شي تعتقل إلا شخص واحد اللي هو إبراهيم لموراي لأنه ما تبتتش في حقه حتى شي جريمة باش يتشد لأنه دائما كان كي يخدم في الكواليس وكان يعني إنسان ذاكي جدا وبالتالي ما تشدش وهذا اللي غدي يخليه يرجع انه يتفرغ كليا للرياضة باش من بعد إن شاء الله غدي يكون أول مقاتل مغربي اللي غدي يشارك في اليو ايف سي واللي غدي يربح سبع نزالات متتابعة اللي استمنهم كانوا بالضرباء القاضية وفي الجولة الأولى فسنة ألفين وجوش كانت سنة سبيسيال بالنسبة للبطل ديالنا إبراهيم لموراي حيث يعني وقع بينه وبين تيستو أورتيس واللي كان يعني البطل المدلل ديال منظمة اليو ايف سي في ديكلوكيتا في الهيفي وايت في الوزن الثاقيل يعني كان يعني هو أقوى الأبطال ديال ديكلوكيتا فوقع بينه وبين إبراهيم واحد الشناءان اللي غدي يعني يزيد إشهر إبراهيم أكثر هو أن إبراهيم كان متفرج واحد النزال اللي كان منظم في الولايات المتحدة الأمريكية ولي كان فيه تيستو أورتيس كذلك كمتفرج فوقع بينتهم مشكل بسيط لكن زادوا في الهدراء فإبراهيم لموراي سيوجه لكما يعني الوجه تيستو أورتيس وسيجيبه كاو يعني الناس كاملين اللي كانوا في ذلك الأمسية فتفاجئوا بالضربة اللي وجهها يعني إبراهيم لدك المقاتل اللي كان بالنسبة لهم في ذلك الوقت عملاق من عمالقة اليو ايف سي فمباشرة من بعد هذه الواقعة فإبراهيم فزاد الشهرة دياله كبرت بزاف وجميع الجرائد والصحف ستتكلم عليه يعني جميع القنوات المهتمة بالرياضة القتالية ستتكلم على هذا البطل لأنه أصبط وحش من وحوش رياضة الاميمي حتى وإن كان ذلك خارج الأنتاجون فمن بعد هذه الحادث فازداد الشهرة ديال هذا البطل إبراهيم وازداد كذلك حتى زدادت حتى القيمة العقد دياله واللي مضاها مع اليو ايف سي مباشرة يعني من بعد ذلك الحادث مضا عقد آخر مع اليو ايف سي لمدة أربع سنوات أخرى لأن هذه المنظمة كانت تشوف على أن هذا البطل مشروع أسطورة جديدة لهذه المنظمة والتي سترجع لها يعني بأرباح كبيرة جدا وفي سنة 2004 العب يعني إبراهيم مع خورخي ريفيرا وفاز عليه بالضرباء القاضية وفي الجولة الأولى من بعد تكنيزال فالكل كان يتنبأ المستقبل كبير جدا لهذا البطل وأنه سيكون أسطورة من أساطير رياضة الـ MMA دائما في 2004 مرة أخرى إبراهيم غديلع بنزال آخر مع بطل كبير جدا وهو البطل المعروف أندرسون سيلفا فكان نزال كبير جدا لفاز به أندرسون سيلفا وبصعوبة كبيرة جدا لكن بالرغم من الخسارات لإبراهيم فهو تحدى بعد نهاية هذا النزال المقاتل أورتيس والذي كان يتفرج في ذلك النزال والذي سبق له وقع له مع إبراهيم المشكلة التي تكلمنا عليه من قبل والذي بسببه سوف يدد شهراء لموراي ففي واحد الليلة كان إبراهيم لموراي معروض لحفل عيد الميلاد واحد العارضة أزياء التي كانت معروفة بشكل كبير في ذلك الوقت وعند نهاية هذا الحفل وقعوا واحد السراعات التي تدخل فيها كذلك إبراهيم لموراي والذي ستغير مرة أخرى المصار هذا البطل وتعرض إلى واحد الحادث الذي كان حادث خاطر جدا لو لا الألطف الإلهية فإبراهيم لموراي ستوفى في ذلك الحادث لأنه تلقى طعنة من الخلف يعني يعني عجلات يعني به ومستعجلات واللي يعني كان عنده بسيط بسيط من الأمل باش يعيش وعانى يعني من بعد ذلك الإصابة يعني يعني بشكل كبير وطلع الطباء كانوا تقولوا يعني في ذلك الوقت أنه حتى إلى عاش ما غديش يعيش الحياة يعني طبيعية ربما غدي يعني يقع له شلال أو لغي يعني مشكل أو ربما غديش يكون عنده إعاقة لكن إبراهيم آآ تعافى يعني بشكل كل من ذلك الإصابة يعانى منها يعني بزاف آآ ولكن يعني بعدما يعني تشافى تماما من ذلك الإصابة مرة أخرى إبراهيم للموراي غدي يرجع يعني الطومين الأول دياله اللي هو يعني الاتجار في المخدرة فبعد ما تعافى إبراهيم من الإصابة دياله اللي استغرقت وقت طويل فرجع رفقات المدرب دياله اللي كان هو الصديق دياله واللي كان بمثابة يعني اليد اليوم دياله في جميع العماليات يعني ذي الصارقة وذيال يعني الاتجار في المخدرات اللي دارها يعني قبل يعني ما يدخل يعني العالم ديال الرياضة فمرة أخرى رفقة هذا يعني المدرب أو هذا يعني الصديق دياله فمرة أخرى يرجع التجارة في المخدرات وصارقة الأبناء استطعوا باش ينفذوا أكبر عمليات صارقة في بريطانيا لحد الآن وثالث أكبر عمليات صارقة في العالم وسببات يعني أزمة خانقة لبريطانيا فلحد الآن فالدولة البريطانية يعني كتصنف إبراهيم لموراي هو أكبر منفذ يعني عمليات صارقة في هذه الدولة الكبيرة فإبراهيم لموراي حاليا كيتواجد في المغرب بمدينة سالة المغربية والمدرب دياله في بريطانيا لأن يعني إبراهيم تحمل الجنسية المغربية والمدرب دياله هو بريطاني الأصل فهذه القصة إبراهيم لموراي فبزاف ديال الناس يعني ما عارفين هاش يعني كين الناس في أوروبا في جميع أنحاء العالم كيعرفوا القصة ديال إبراهيم لموراي أو إبراهيم العمراه هذا يعني الرجل المغربي يعني اللي دار يعني أزمات ولي دار بزاف ديال إنجازات زوينة وبزاف ديال الحوايج خائبة وحاليا هو كيتواجد يعني فيه سيجن سالة ولي بزاف ديال الناس يعني تعرفوا بزاف ديال الناس يعني اللي تتكلموا عليه فقط يعني بزاف ديال السجناء اللي تعودوا عليه بزاف ديال الحوايج ولي هو يعني كين زنزانة يعني انفرادية بعدما قامت زيارة المغرب هو المدرب دياله وتنما تم القبض عليهم لأنه كان مشكوك أنهم هما اللي يعني نفدوا ديال العملية ديال السارقة اللي دارت في بريطانيا واللي كانت أكبر عملية سارقة في تاريخ بريطانيا واللي التاضح من بعد ذلك أن إبراهيم هو العقل المدبر ديال 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 العملية ديال السارقة إبراهيم يقضي السجن دياله هنا في المغرب والمدرب دياله بحكم أنه بريطاني الأصل فهو الآن في بريطانيا والسلطات المغربية هي اللي استطعت باش تكشف خيوط هذه الجريم أول مغربي وعربي كيلة في اليو افسي هو إبراهيم العمراني ومن بعد ذلك الأخوين الزيتر وثالث مقاتل هو يوسف زالاب لتنتمنونه إن شاء الله مسيرة موفقة ولجميع الأبطال المغاربة والعرب موسيقى موسيقى موسيقى